استقبل الفريق الركن معالي الشيخ رجد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وبحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وفدا من مجلس العموم البريطاني برئاسة السيد ألن دانكان كما حضر اللقاء سعدت اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعدت اللواء مهندس رياض عيد عبدالله مدير عام الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية وقد رحب معالي الوزير بزيارة الوفد البرماني البريطاني إلى مملكة البحرين المشاركة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر حوار المنامة منوها بأهمية القضايا والموضوعات التي يناقشها المنتدى بحضور دوليا رفيع المستوى في إطار العمل على تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي وطلع معالي الوزير الوفد المرافق أطلعهم على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين وتوفير كافة أشكال الحماية اللازمة لحقوق الإنسان في ظل المشروع الإصراحي الشامل لجلالة الملك المفدى وقد تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشهد سير آلان دونكان برؤية معالي وزير الداخلية والتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين منذ العام 2011 داعيا إلى ضرورة الاطلاع عن قرب لما تشهده البحرين قبل أي تقييم للوضع كما أعرب عن قناعته بأن مملكة البحرين مثال واضح للتعايش والتسامح وأن الإصلاحات التي تم تبنيها مؤخرا ساهمت كثيرا في تعزيز أجواء العيش المشترك